رياضة الانزلاق على حبل بين جبلين فوق واد عميق هو المشروع الأول من نوعه في سوريا استغل أصحاب المشروع العوامل الطبيعية المناسبة في قريتهم اسم حيقة بريف القدموس لإنشاء هذا النوع من الرياضة المليئة بالتشويق والمغامرة هو المشروع زيبلين عبارة عن كبل بربط بين جبلين نقطة بداية ونقطة نهاية نقطة البداية لازم تكون أعلى من نقطة نهاية لأنه يعتمد على سقل الوزن الشخص وزن الشخص هو في بكرات طبعا البكرات والمعدات كلها أجنبية شركة باتزيل الفرنسي كل مستوردي وآمنة ألف بالمئة المشروع الحمد لله نحن أول ما بلشنا ما كان في هالإقبال وكل سنة عم بتزيل الحمد لله كل سنة عم صار نقطة جذب للسواح من كل سوريا لاقت هذه الفكرة إقبالا كبيرا من السياح من مختلف المحافظات السورية وساهمت بتحريك دورة السياحة الجبلية تحص عليك بين الغابات وبين الشجر فكتير شي حلو وشي ممتع وكتير متحمز أنا مش هنجربها الآن إحنا جايين اليوم نجربها ومباينها كتير حلوة إحنا سمعنا عنه عن الفيسبوك والقصص فأنا أحد بخاف كتير مرتفعات فلهذا السبب رح جرب وإن شاء الله تكون تجربة حلوة نسمعنا عنه كتير وحبين نجربها بس هيك فكرة طيران بالهوة ويعمل القائمون على المشروع على تطويره بشكل مستمر بالرغم من كل العقوبات المفروضة والمعوقات لإنعاش المنطقة سياحيا وللتشجيع على إنشاء مشاريع سياحية مشابهة محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس